أعيز أتكلم على ملف العلاقات المصرية التركية أعتقد أن الإشارات حتى الآن إشارات إيجابية من الجانب التركي ومالشيء الكويس أن هم وقفوا البرامج بتاعة الإخوان البرامج التلفزيونية توقفت تماماً منها ما توقف خالص ومنها ما قال أنه توقف خلال المرات زي ما نقول كده غير نشاط طبعاً في كلام عن أنه هذه البرامج والناس دول هيروحوا عاصمة أخرى وأتقال نومها رحيل لندن ولندن طول عمرها هي وكر وهناك بعض المنابر بتعمل طبعاً لأن بريطانيا تاريخياً متهمة بأنها أصلاً كانت وراء نشأة جماعة الإخوان سنة 1928 وهنا تزال تحتضل الكثيرين منهم وبتستخدمهم كأوراق يعني هم برضو عليهم أن ينتبهوا الإخوان أنه زي ما حصل معاهم في تركيا أنت أداة واكتشفوا أنه هم أداة لازم تدركوا أنه كنتوا رحتوا لندن رحتوا غير لندن هتبقى المسألة هي هي يعني لازم يبقى فيه وعي احنا بنراهن على كده يعني لعلى وعسى أنه يبقى فيه وعي لدى جماعة الإخوان أن الصالح الوطني المصري يجب أن يقدم على كل شيء وأن مصلحة الجماعة لا يجب أن تتقدم على مصلحة الوطنة المبدأ ده أصلا يوسي السليمان ما هنا بقول لعلى وعسى يعني ما بيعترفش حتى بالحدود ولا بالدول وعندهم لما عفق كل شيء وفي عليها دلائل كدير لكن هم يجب أن يستخلصوا الدرس من موضوع تركيا يعني تركيا بعيدتهم في النهاية وأصبحت هي تتقرب إلى مصر الآن وكل يوم شفنا وزير خارجية تركيا اتصل بسامح شكري يهنقه بشهر رمضان وشفنا الأمير التميم أمير قطر يتصل بسعاد الرئيس ففي رغبة في التقرب إلى مصر وفي رغبة في إغلاق هذا الملف ملف الإخوان لدى الدولتين سواء تركيا أو قطر فالحقيقة أنه ده شيء كويس يعني بس مصر دايما بتضع العاصمتين أمام اختبار عشان تشوف مدى جديد هذا التوجه إنما الدرس الأهم منه على الجماعة الإخوان أن تنتبه إليه وتستخلصه من هذا الموضوع إن هي لا يجب أن تتحول إلى ورقة تستخدم ضد الدولة المصرية وإن هي إن صالح الوطن المصري يجب أن يتقدم على مصلحة الجماعة وعلى مصلحة كل جماعة ما فيش جماعة تتقدم مصالحها على مصلح الوطن هذا هو الدرس اللي عليها جماعة الإخوان أن تستخلصه من موضوع تركيا وموضوع قطر أنا بشكو